بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به أي من النساء وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه عن أبي موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال الشيخ محمد خليل هارراس رحمه الله أزواجه صلى الله عليه وعلى ليسلم ورضي الله عنهن هن من تزوج هن بنكاح فأول هن خديجة بن تخويدد رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه خمسا وعشرين وكانت يتكبره بخمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها حتى توفيت وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم لأنه ممن إبراهيم من ماريا وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة فتزوج بعدها سودى بنت زمعة رضي الله عنها خمس وستين سنة يعني مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين سنة خمس وعشرين سنة وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنا بها وهي بنت تس ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها بعد زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد وزينب بن تجحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها أو على الأصح زوجه الله إياها وفي هذا الموضع انتقد الشراح والمعلقون للشيخ محمد خليل هراس في هذه العبارة فإسماعيل الأنصاري يقول لا يليق التعبير بعبارة أو على الأصح بل الواجب أن يقول أو أن يقال تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها زوجه الله إياها لأن ذلك هو الموافق لقول الله تعالى زوجناكها والشيخ محمد أمان الجامي يقول لا خلافة في الأمر وهذه اللفظة أو على الأصح تشير إلى خلاف ولا أظن أنها من كلام الشيخ محمد خليل ولعلها من بعض النساخ أي لأن هذه العبارة تدل على يعني على أنه يعني لا يخفى مثل هذا على المؤلف فقوله على الأصح كأن في خلاف وليس هناك خلاف فالله عز وجل زوجه إياها بعد أن فارقها زيد تزوجها بعد تطليقه زيد بن حارثة لها زوجه الله إياها قوله على الأصح مثل هذه اللفظة تحذف قال وجويريه بنت الحارث وصفية بنت حيي وجويريه بنت حارث من بني المستلق وصفية بنت حيي أي بن أخطب اليهودي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وهي الهلالية التي تسمى أم المساكين زينب بنت خزيمة هي الهلالية التي تسمى بأم المساكين وهناك من أزواجه أيضا ميمونة بنت الحارث الهلالية زينب بنت خزيمة الهلالية وميمونة بنت الحارث الهلالية نعم نعم خالة من عباس وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الآخرة لأدل كثيرة منها قول الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقوله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وهناك أدل مفرد في خديجة وفي عائشة أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذه الآيات هي آيات عامة قال وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما ونعم لكنه حصل الخلاف أيهما أفضل عائشة أم خديجة وإذا ذكر التفضيل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في هذا فاطمة رضي الله عنها فقد نقل الحافظ في فتح الباري إجماع أهل العلم على أن فاطمة أفضل نساء العالمين على أن فاطمة أفضل نساء العالمين لأدل كثيرة في الباب فإذا ذكر التفاضل بين النساء فإنه يذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذكر فاطمة ثم أزواجه أفضلهن خديجة وعائشة ولم يفصل المؤلف هنا أيهما أفضل ومن أحسن من فضل أو فصل في هذه المسألة هو العلامة العثيمين في شرحه للسفالينية وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ومجموع الفتاوى وغيره قال الشيخ العثيمين إذا قيل أيهما أفضل فالصواب أن يقال من جهة كثرة الثواب والأجر فهذا علمه إلى الله سبحانه لو قلنا أيهما أفضل عائشة أو خديجة من حيث الثواب والأجر الله هو الذي يعلم لا نعلم وأما من جهة نفع الأمة والقيام بدين الله ونصرته فلكل واحدة منهما مزية تختص بها وكل واحدة قامت بما ينبغي أن تقوم به فخديجة رضي الله عنها قامت في أول الأمر بما لم تقم به عائشة من تحمل أعباء الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وشد أزره وتقويته ماديا ومعنويا وعائشة رضي الله عنها قامت في آخر الأمر بما لم تقم به خديجة من تعليم الأمة وتبليغ الدين ونشره فكم من سنة حفظناها أو حفظتها على الأمة وكم من عمل أظهرته فمن هذه الناحية هذه لها مزية وهذه لها مزية قال وأما من حيث كونهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في هذا التفضيل فلا يدخل في هذا التفضيل لا يقال عائشة أفضل لأنها زوجة الرسول لأن خديجة كذلك زوجته قال فلا يدخل في هذا التفضيل والله أعلم إذن فهذا التفصيل الذي ذكره العلامة الحثيمين أحسن فلا يقال عائشة أفضل على الإطلاق ولا خديجة على الإطلاق بالنسبة للفضل عند الله فالله أعلم بالنسبة لكونهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا التفضيل بالنسبة للبذل ونصرة الدين وتبليغ الشرع فهذه لها فضل في أول الإسلام وهذه لها فضل بعد ذلك قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الروافض حالهم معلوم ولهم فرق وأقوال وكتب قد بين حالهم أهل العلم وأما النواصب فإنهم لا يعرفون بفرقة معينة وإنما من نصب العداوة لآل البيت فهو من النواصب وكان على رأس هذه القائمة بعض بني أمية وربما يوجد أفراد يتمثلون بهذا وفي هذا الزمان في بلادنا اليمن يقوم بهذه البدعة فرقة يسمون أنفسهم بأقيال اليمن العباهلة هذه الفرقة التي تدعو إلى الطعن في آل بيت النبوة وهم قوم يدعون إلى الكفر الصراح يدعون إلى الكفر الصراح ومعنى العباهلة أي أنهم ينسبون إلى من إلى عبهله ومن هو عبهله من هو الأسود العنسي طيب الأسود العنسي فهم ينتسبون إليه وهم الآن لما ظهر الظافضة في اليمن وظهرت فرقة الحوثيين خرج أقوام يناهضونهم يسمون أنفسهم بالعباهلة وبعضهم هم من أهل اليمن بعضهم ممن كانوا ينتسبون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وبعضهم من غيرهم ولهم مواقع ينشرون فيها أقوالهم الباطلة ويطعنون في آل بيت النبوة ويدعون إلى الكفر فمعارضة الرافضة بالحق لا يكون بالباطل فالذي يعارض الرافضة يعارضهم بالأدلة والبراهين والحق ويجاهدهم بالسيف أما أن الرافضة يغالون في علي ونحن نؤخالفهم فنسب علي هذا باطل هذا لا يجوز قال وطريقة النواصب الذين يؤذون آل الأهل البيت يقول بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة هذا على الإفراد أما جماعة الصحابة فإن لمنهجهم العصمة فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من المخالفات والبدع أو الخرافات لا يمكن أن يجمعوا على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة فإجماعوا الصحابة معصوم وأما أفرادهم فهم بشر أفرادهم فهم بشر يصيفون ويخطئون ولهم من السوابق والفضائل لما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم قد سمعت الحديث اعملوا ما شئتم لأهل بدر فقد غفرت لكم ولقوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقوله عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وهكذا أدل كثيرة لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وهذا كلام جميل في تقرير معتقد أهل السنة في باب الصحابة وفيما شجر بين الصحابة ومن سار على هذا المنهج القويم سلم من الزلل والضلال المبين وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها ملتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم مثلهم أو مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله والأدل على ذلك كثيرة في بيان سلامة منهج الصحابة وفضلهم وسابقتهم وحسن سيرتهم رضي الله تعالى عنهم قال الشيخ محمد خليل هراس يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلوف علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة أسبهم وتكفيرهم والرافض في شأن علي رضي الله عنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام سبابة ومؤلها ومفضلة فمنهم من يفضل عليا ومنهم من يفضل عليا ويسب باقي الصحابة ومنهم من يجعل عليا إلها قال وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتنسب إليه الزيدية لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك فتفرقوا عنه فقال رفضتموني فمن يوم إذن قيل لهم رافضة رفضوا فقال اذهبوا فأنتم الرافضة فقيل لهم الرافضة وقالوا في معنى ذلك أيضا لأنهم رفضوا شرع الله وقيل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وهم فرق كثير منهم الغالية ومنهم دون ذلك منهم من هو كافر كعبد الله بن السبع ومن على طريقته والذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم وهذا الكلام في الشيعة عموما ومنهم الذين ما وصلوا إلى حد الكفر من بعض فرق الشيعة ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب أمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن لا بل موجود الآن الآن في زماننا موجود كما سمعتم الأقيال لا يتكلمون بإسم الدين ويطعنون في آل بيت النبوة قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه وما الصحيح منه فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون ومع ذلك فالذي عليه أهل السنة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مصيبا في كل الحروب التي خاضها كان مصيبا في كل الحروب التي خاضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق ولقول في عمار تقتل عمار الفئة الباغية لكن لا يجد الطعن في سائر الصحابة أو الذين اختلفوا مع علي فهم كما قال مجتهدون وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعمران بن حسين في الصحيحين وفي مسلم بنحوه عن عائشة وأبي هريرة وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفة أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسناتا تذهب وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لقد علمت أنه لن أسألني أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأحقهم بها أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة لما ارتكبوا من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي هي موضع التهاد والخطأ فيها مغفور ثم إذا قيس هذا على الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاس وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في الصحيح المسند وهو عن أبي داود إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد أو أفضل قلوب العباد فاختاره لحمل رسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم وزراء لنبيه ثم قال فما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهذا موقوف على ابن مسعود فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات والمفتدعة في زمن شيخ الإسلام كانت من ضمن التهم التي اتهموه بها أنه يخالف الصحابة وأنه يأتي بأقوال تخالف أقوال الصحابة وهذا يدل على أنه لا يجل الصحابة ولا يحترمهم وانظر إلى كلامه في دفاعه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن هكذا أهل الباطل ربما يأتون إلى العالم الكبير الذي عرف بالعلم والخير والصلاح والزهد والتقى فيرمونه بأبشع الأوصاف يقول الشيخ الإسلام لا يحترم الصحابة كما قال بعض أصحاب الفيوش الشيخ يحيى الحجوري يطعن في الرسول ويطعن في الصحابة يعني لو أتوا بما هو أدنى من هذا ربما بعض الناس الجهل يصدقون لكن مثل هذا من يصدقهم الشيخ الإسلام اتهم في هذا الباب أنه لا يجل الصحابة ولهذا يخالفهم والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله كان يكره التقليد وينهى عنه ويأخذ بالدليل سواء كان الحق مع المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي مع أنه كان في الفقه على أي مذهب شيخ الإسلام على المذهب الحنبلي ولكنه أحيانا يخالف المذهب الحنبلي بل أحيانا ربما يقول بقول لم يقل به أحد من المذهب الأربعة وقد وجد عن بعضهم فيقول به إذا رأى أنه يوافق الصواب إذا وافق الصواب ومعه الدليل يقول به ولا يعاب من هذا حاله ولكن أهل البدع يريدون الصيد في الماء العكر ويدسون مثل هذا للطعن في أهل العلم للطعن في أهل العلم ولو بالباطل وتتعجب من افتراءاتهم أبو إسماعيل الهروي لما عجز المبتدع والفقهاء الحساد من مواجهته بالحجج وضعوا تحت فراشه لعبة مثل الصنم فذهبوا إلى الأمير وقالوا له أبو إسماعيل يعبد صنما قالوا لهم أين هذا الصنم قالوا ستجد تحت الفراش فذهب إليه واستدعاه ثم أمر بإخراجه من تحت الفراش فقال ما هذا يا أبو إسماعيل قال هذه لعبة قال إنهم يزعمون أنك تعبد صنما فقال سبحانك هذا بهتان عظيم عالم ويعبد صنم انظر إلى التهم الباطلة وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى تنشر عنه بعض التهم التي لا يصدقها عقل يقولون الإمام الوادعي يحرم أكل الموز وكان عبد الله صعتر ما أدري زعتر هذا أو صعتر يقول في محاضرة له وقد ألف مقبل الوادعي رسالة بعنوان الصواعق على من أكل بالشوك والملاعق الشيخ مقبل يؤلف رسالة بعنوان الصواعق على من أكل بالشوك والملاعق يريد تشويه فلما جاء بعض الناس إلى دماج ورأى الشيخ يأكل موز يقرب للضيوف موز قال له أنتم تأكلون الموز وأنهم نأكل الموز لماذا؟ قال سمعناهم يقولون أنكم تحرمون الموز عليهم لعنة الله هكذا من العوام يقول هكذا هؤلاء يكذابون والشيخ رحمه الله ببعض دروسي يقول الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل باليد الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة قال لأنها تقبض بثلاث أصابع وبعض الطعام إذا أكل الإنسان باليد لا يستطيع أن يأكل بأكثر وهم يقولون الصواعق على من يأكل بالشوك والملاعق وهكذا يكذبون بقي معنا القليل إن شاء الله درسان أو ثلاثة دروس وننتهي ترجمة نانسي قنقر